طبعا احنا عاوزين انه الله يأتي الينا من خلال شخصية يسوع المسيح الله اعلن عن نفسه في العهد القديم عندما تكلم مع موسى على جبل سيناء ودعى موسى لكي يكون نبيا ولكي يذهب ليكلم فرعون كان موسى مرتعد وخائف فالرب كلم موسى من النار كلم موسى من العليقة وقال له اخلع نعليك الارض اللي انت واقف عليها هي ارض مقدسة واخد موسى الدعوة ولما خرج شعب اسرائيل من ارض العبودية من ارض مصر في طريقهم الى كنعان وصلوا الى منطقة وموسى كان لازم يصعد الى الجبل جبل سيناء او جبل حريب جبل الرب وهناك الرب طراء لموسى وطبعا ابتدى يكلم موسى من خلال عهد في خروج تسعة عشر اصحاح عشرين اعطى الوصاية العشر ولكن المنظر كان مريع ورهيب جدا كان الجبل يعني كما يقول الكتاب المقدس كان بيطلع منه نار ودخان وزلزلة وكان اذا حتى البهيم اقتربت كانت تقتل يعني كان حضور الله مخيف جدا لدرجة ان الشعب كان خايف وحتى موسى قال انا مرتعد وخائف من حضور الرب لانه لا يقدر احد ان يرى الرب ويعيش فكان مجيء الرب على جبل سيناء مجيء مخيف جدا وعلى نفس الجبل طراء الله للنبي اليا موسى يمثل ان موس اما اليا يمثل الانبياء على هذا الجبل ايضا طراء الرب اليا من خلال زلزلة من خلال ريح شديدة من خلال نار واليا لف وجه بالرداء وكان طبعا خائف من هذا المنظر والرب تعامل مع الشعب في القديم حتى في الحروب كان يسمع صوت مرعب للاعداء او هزة او جليد او برد او يعني ضربات الهية اللي كان يثبت انه اله قوي نار اكلة اله غير كما يقول عنه الكتاب المقدس لا يستطيع احد ان يقف الله فتخيل معي اذا كان الله بيرسل ملائكة ليتواصلوا مع الناس والناس كانت في كل ظهور ملائكة كان يرتعبوا كان يخافوا من الملاك فكيف اذا جاء الله واراد ان يتواصل مع الانسان باي لغة يتكلم